السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهاردة احلى وصف الجو البرد ده والمطر هنعمل شعرية باللبن بكباية شعرية ولتر لبن هنعمل العظمة دي بتتحضر في 10 دقايق وانا وقفة كده عملتها على عين البتوجاز ما خدتش اي مجهود ولا اي غلبة وكمان مكوناتها اقتصادية جدا والطعم بقى والاروع من كده في ناس بتسلق الشعرية كباية الشعرية في ناس بتسلقها شفت فيديوهات كتير لكن هي المفروض ما تتسلقش هي بنحطها في اللبن بنسلقها في اللبن شان تبقى طعمها جميل وكمان تبقى مغزية ولذيذة وكلها فايدة خدوا الطريقة والخطوات مني ان شاء الله تاخدوا احلى نتيجة واحلى طعم كمان للشعرية باللبن حلوة او يا جماعة وبتدفي في الجو البرد ده بسم الله على عين البتوجاز كده في حلة صغيرة او طوصل زي دي كده نزلت بمعلقة سمنة بلدي ما بحطش زيت خالص عليها يعني الزيت بيخلي طعمها سيء جدا يا اما معلقة زبدة كبيرة يا اما معلقة سمنة بلدي او معلقتين كبار ممسوحين من السمنة البلدي او الزبدة بفضل كده احمر في كوباية الشعرية ممكن تعملوها اللون الاصفر الجلد الغامق او الفاتح برحتكم لكن اوعوا تغمقوها قوي او تحرقوها يعني خدوا بالك بصوا اللون الاصفر الدهب الغامق زي ده كده بعد كده بنزل بلتر اللبن انا نزلت باللبن على طول ما نزلتش بشوية ميا وسلقتها الاول يعني الطريقة اللي انا بعملها دي معتمده وبعملها على طول الاولاد في البيت وخطيرة خطيرة بمعنى الكلمة يا جماعة حلوة قوي كمان مغزية سوى حطتوا عليها مكسرات او زيبيب وجست الهند او سيبتوها سادة رائعة جدا بسم الله نزلت بلتر اللبن كله طيب لتر اللبن ده بخيره يعني عشان بقى الطعم يتاخدوا طعم احلى لتر اللبن بيبقى خيره كمان عشان لو ما ضفتوش معلقتين الاشطة اللي انا بحطوهم في الاخر بعد ما خلصها يبقى لو ما ضفتوش ايش طيب يبقى هو اللبن بخير وطعمها جميل جدا كمان بسم الله طيب اول ما تبدأ تغلي من الجناب انا ههدي خالص عيني البتجاز عليها زي ما انتم شفتم كده وهغطي عليها ممكن ما تغطوش عليها طيب لو غطته عليها انتبهوا بقى علشان لما تفور ما تكبش بسم الله طيب انا ده منظرها بعد عشر دقايق بالضبط بعد ما غلت سيبتع على نار هدي عشر دقايق استوت كده معايا وخلصت لازم بتسيبوا فيها يا حبيبي شوية لبن شقشاء لبن زي ما انتم شايفين كده لان كل ما الشعرية صبرت في اللبن بتتقل وبتشرب من اللبن فهي بتبقى فيها كده شوية لبن بسم الله بعد كده هضيف بقى السكر براحتكم اربع معالق ست معالق يعني طبع رغبتكم كمان ممكن تستبدلوا السكر بعسل النحل بتبقى واو بعسل النحل بسم الله هطيت السكر وهقلب وهديها فورة كمان وخلصت معايا على كده الشعرية باللبن خلصت معايا على كده هحط بقى نص معالقة فانيليا صغيرة الفانيليا السيلة اللي انا هحطها هدي قوية ممكن تحطوا باكوا فانيليا من الصغنم يعني يا دوب بس تحطوا نص معالقة صغيرة من الفانيليا عشان ما تمررش حاجة بسيطة جدا وهقلب وحط في بقى عين البتجاز دي ما انتم شفتوا خلصت كده الشعرية باللبن ودي من وجهة نظري دي افضل طريقة جميلة جدا ومغزية والولادة هواسوا بيها عجبتهم جدا بسم الله اظن سهلة جدا وبتاخدش اي وقت خالص طيب انا خلاص طفيت عليها لازم بختمها زيها زي الرز بلبن زي المهلبية بختمها بمعلقتين اشطة وتاني حبابي لو مش حابين تحطوا معلقتين الاشطة ما تحطوهمش لو عندكم وش اللبن مجمعينه حطوا عادي منه معلقتين سبتوه بقى رائعة بالاشطة يا جماعة يعني بالمنظر ده بصبها بقى في بولاد وطبعا انا قلتلكم تزوقوها بزبيب وجسط الهند شوية سوداني متحمص ومتكسر او شوية مكسرات او تسيبوها سادة كانت رائعة جدا وانا حبابي كده خلصت الفيديو يارب تكونوا مستفدتم منه ولو عجبكم الفيديو دعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا